موسيقى مساء الخير ايا كان موقفنا من الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي فان الامر ايقظنا جميعا من سبات تطورت علاقة العرب باسرائيل من مراحل الحروب الكبرى الى مراحل التماس التجربي المرتبك سمعنا غضبا من مدريد وشتائم الكام ديفيد واستهجانا لوادي عرب وكثيرا من اتهامات التخوين والعمالة لاسلق سمعنا ايضا بزيارات قامت بها وفود او شخصيات اسرائيلية الى دول عديدة في المنطقة خلال السنوات الاخيرة منها ما بقي سريا ومنها ما كان الشبه علني والمفارقة ان المنطقة تآلفت مع ما هو رسمي معلن بين مصر واسرائيل بين الاردن واسرائيل حتى بات الحديث عنها رتيبا لا صوت له والمفارقة ايضا ان الحدث الاماراتي كرهناه ام احببناه القى حجرا تقيلا في مياه راكدة منذ سنوات بات الاحتلال من ثوابتنا وبات الانقسام الفلسطيني الداخلي من ثوابتنا وبادت مبادرة العرب للسلم من ثوابتنا وبات توقف المفاوضات بعد توقف حرب التحرير من ثوابتنا وحين يطل حدث الامارات تتزلزل بجازع ثوابتنا العالم يتغير بسرعة مقلقة والعالم ذاهب الى تحولات كبرى فيما نشهد نحن في المنطقة كل يوم براكين تلك التحولات عندنا وفق قواعد التحولات القادمة هذه يؤسس الحدث الاماراتي لمفترق يتطلب مننا جميعا ان نستدعي العقل لنفهم جيدا ما خلف الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي وما بعده نقاش ابعاد من دبي مع الاستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية الاماراتية ومن لندن مع الاستاذ محمد مشارقة مدير مركز تقدم للدراسات ومن بيروت مع الاستاذ ادوار قاتكاتورا وهو قيادي بالطيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح ومن واشنطن الديبلوماسي الامريكي السابق الاستاذ البرتو فرنانديز الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي ما خلفه وما بعده بعد الفاصل الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي ما خلفه وما بعده نقاش ابعاد لهذا المساء من دبي من لندن من بيروت ومن واشنطن بعد هذا التقرير ذهبت المنطقة الى مؤتمر مدريد عام 1991 بما ارسل العلامات الاولى لاعتراف العرب باسرائيل لاحقا اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل ما قاد بعد ذلك لا توقيع اتفاق اسلو عام 1993 قبل ذلك ابرمت مصر اتفاقية كام ديفيد مع اسرائيل عام 1979 وبعد ذلك ابرم الاردن معها اتفاقية وادي عربا عام 1994 وبين ما هو منفرد وما هو تجبي ذهبت المنظومة العربية الى تبني مبادرة الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز واعتمدت في قمة بيروت مبادرات الارض مقابل السلام عام 2002 منذ ذلك الحين انحشرت فلسطين بفلسطينيها وعربها داخل هذا المشروع بحيث يتلطى الجميع خلفه موارين بذلك شللا وعجزا عن اشتراح آليات خلاقة تعالج جمود عملية السلام برمتها وتقارب كل التطورات الهائلة التي طرأت للعالم عامة والمنطقة العربية خاصة بقيت علاقات العربي مع اسرائيل متواضعة سواء من قبل مصر والأردن أصحب اتفاقيات السلام الرسمية أو من قبل بلدان عربية إما استضافت مسؤولين إسرائيليين أو تواصلت معهم على نحو سري حينا أو علني تصاحبه فتاوى التبرير والتفسير لا توقف الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية من يحشد قواته لتحرير فلسطين غدا ولا تمنع الاتفاقية من صدع رؤوسنا برمي إسرائيل في البحر منذ عقود ولا تدعي الإمارات في اتفاقيتها أنها تحمل الترياق المنتظر لحل أكثر قضايا الكوكب تعقيدا يرمل الحدث بحجر ثقيل داخل مياه الراكدة آسنة حولت قضية فلسطين إلى قضية هامشية مقارنة بقضايا عربية تضخمت وتعظمت منذ أن أطل ما أطلق عليه ربيعا رأسه على يوميات المنطقة لا شيء مفاجئ فيما يصدر عن تركيا وإيران وأذرعهما في المنطقة في الأمر نفاق أجوف وفي الأمر جعجعة وقنابل صوتية لا طالما صدقها الفلسطينيون منذ نكبتهم دون أن تغير شيئا من مآسيهم حدث الإمارات يفرض على الفلسطينيين والعرب استفاقة جديدة وتموضع رشيقا يعترف أن العالم قد تغير ويقر أيضا دون تردد أن جيلا عربيا جديدا بات أكثر دينامية في فهم شروط العصر وقواعده الاتفاق طبعا تم أعلانه في الولايات المتحدة وأعبر الرئيس دونالد ترامب عن فرحته بهذا الاتفاق ربما التوجه إلى واشنطن مباشرة لسؤال الأستاذ ألبرتو فرنانداز الذي يذكر بأنك ديبلوماسي أمريكي سابق دونالد ترامب طبعا أعلن عن سعادته بهذا الاتفاق أريد أن أسألك ما أهمية هذا الاتفاق لواشنطن وسياستها في الشرق الأوسط وخصوصا بنسبة لترامب شخصيا طبعا أولا الكرار هو دفع إلى إمكانية الهصول على شيء أفضل في المنطقة كثير من الناس يركزوا عن البؤد الفلسطيني وطبعا هذا شيء منطقي وطبيعي هذا ممكن هي خروج من المستنقة التي كان شاهدنا لمدة سنوات طويلة عن هذه القضية القضية الفلسطينية ولكن أيضا أعتقد للإدارة الأمريكية هي مهمة لأنها خطوة ما إلى التقارب ليخندق واحد ضد أكبر تحديات اللي عندنا في المنطقة يعني مع كل احترام لقضية فلسطين وهي قضية مهمة لغاية أهم تحدي اليوم اللي نحن نشاهد في المنطقة في أيوم بعض الناس أو بعض الخبراء هو طبعا التغلغل على الأدوان الإيراني ولهد ما دول الأخرى مثل تركيا ولكن خصوصا الأدوان الإيراني في المنطقة هذا هي التحدي الكبير أمام كلنا الأرب وإسرائيل وإلى خريخي فهذا أتاكر هو السبب للقبول الأمريكي وطبعا ترامب أيضا يختكر بصراحة عن اللي أمامه اللي هو الانتخابات الأمريكية وعي سياسي هو يريد أن يقدم نفسه كواحد من صدعين السلام إن هذا إنجاز سياسي وهو يريد أن يكون مرتبط بهذا الإنجاز السياسي مهم ما قالوا الأستاذ ألبيرتو فرنانداز بأنه طبعا ما احترامنا لقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني هناك أيضا أولويات أخرى ما رأيك أستاذ محمد مشارقة حضرتك مدير مركز تقدم للدراسات وهذا كلام حتى يقوله الفلسطينيون والعرب أن فلسطين لم تعد لا أولوية عربية ولا أولوية على الأجندة الدولية وهناك أولويات أخرى تفرض اتفاق من هذا النوع ما رأيك؟ أنت ذكرت في مقدمتك دكتور محمد أنه لا بد الآن من التوقف للتفكير بمعنى بلغة العقل وبعمق أنا أبدأ بس على الأقل إذا سمحت لي بمعنى في مقدمة حول الظروف الإقليمية والدولية التي بمعنى توجد بهذا الاتفاق واحد نحن عمليا شهدنا أمام مرحلة تاريخية بنهاية الحرب الباردة التي كانت منظمة التاحية الفلسطينية وكل الحركة الفلسطينية حركة الكفاح المسلح وحركة التحرير الفلسطينية كانت هي جزء من هذه الحرب الباردة وكانت بمعنى مستقطبة في أحد المعسكرين الآن انتهت الحرب الباردة ليس هذا فقط بل عمليا انتهت مرحلة كاملة في سيطرة الرأسمالية العالمية بمعنى باعتبارها نموذجا اقتصاديا وثقافيا على العالم كله بل أن دولا اشتراكية عريقة مثل الصين والتحاسب السابق أي روسيا تتحول إلى رأسمالية من نوع بمعنى لا يختلف كثيرا سوى في تخلفه إذن نحن الآن انتهت هذه المرحلة ثم تسارعت الثورة التقنية الهائلة التي حولت البشرية إلى قرية كاملة ثم انتقال إلى لبرالية جديدة وانتقال إلى رأسمال مالي عمليا خارج عمية الإنتاج كل ذلك مهد عمليا إلى هذا الانتقال في العالم عربيا على سبيل المثال لنبدأ على سبيل المثال باحتلال الكويت ثم بعدين كرت المسبحة العربية وصولا إلى إسقاط نظام صدام حسين الذي شاركت فيه مراكز القومية العربية التقليدية مصر وكذلك سوريا سوريا حافظ الأسد في حفر الباطن لتسقط وشاركت الدول التي كانت تسمى بين قوسين أيضا يعني رجعية التي كانت تسمى بلغة الأدبيات السياسية القومية واليسارية شاركت كذلك في إسقاط وإنهاء يعني مع دور أي دولة العراق وما شاهدنا حتى اللحظة ثم دخلنا في الربيع العربي الذي حول عمليا أو يعني استقطب قوى لا تؤمن بالدولة الوطنية ودخلنا في ما يسمى الآن في إسقاط الأنظمة وكذلك في بلورة إسلام تضع هذا الحدث الإماراتي ضمن أي سياق؟ أنا بهذا السياق أقول أن العالم كله حدثت في تغيرات هائلة للغاية الولايات المتحدة الآن يعني هي تقود العالم لكن نحن نشهد كذلك نحن في نهاية مرحلة تاريخية لكل ما بني ما بعد الحرب العالمية الثاني إلى اليوم على صعيد بناء النظام الدولي القديم سواء كان من بريتن وود ودور الدولار واللولايات المتحدة الآن هي في آخر لحظاتها لكن تجليات هذا النهج اليمين الشعبوي الذي يعني العدواني في العالم الذي يقود ترامب وكل منظومة اليمين الشعبوي والإسرائيل جزء منه عمليا تجلياته في الجانب الآخر ثقافيا في المنطقة العربية هو أن قوة دعني أكمل هذه الجملة أن هناك قوة الآن تستخدم بمعنى هذا اللا عدالة في النظام الدولي من بوابتي الدين وفلسطين من أجل بمعنى تأكيد يعني بمعنى سأنحمد تكون النقاط مهمة يجب التركيز عليها أيضا في هذا المجال سأعود إليك بعد قليل انضم إلينا أستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية من دبي أستاذ محمد الحمادي كنا قبل قليل نسأل الأستاذ ألبيرتو فرنانداز وهو يعني الابنوماسي أمريكي حول يعني مصلحة واشنطن في هذا الموضوع فدار الموضوع باتجاه مكافحة إيران علما أنه مصادر عن وزير الشؤون الخارجية أستاذ أنوار جرقاش قال أن هذا الاتفاق غير موجه ضد ديران ما هي البوصلة في الإمارات حول هذا الاتفاق؟ نعم مساء الخير أولا عليك والمشاركين وجميع المشاهدين كما أكدت دولة الإمارات دوت وأكد دائما أن أي اتفاق تقوم فيه اتفاق ثناعي مع أي دولة هذا الاتفاق لا يستهدف دولة ثالثة وبالتالي بلا شك أنه إيران طرف مزعج في المنطقة وطرف للأسف الشديد سلبي جدا في الإقليم لكن دولة الإمارات من خلال اتفاقية هذه مع إسرائيل تريد أن تحقق مصالح أخرى مصالح تخدم المنطقة مصالح تختمها هي كدولة وكذلك تحاول أن تكون يد مساعدة في القضية الفلسطينية في إيجاد الحلول اليوم أنا أعتقد المهم حقيقة في هذه الاتفاقية أننا ندخل مرحلة جديدة في العالم أنا أعتقد العرب اليوم أمام التحدي حقيقي وهم يدخلون القرن الواحد والعشرين هل سيكررون أخطاء الماضي أم سيبحثون عن وسائل جديدة طرق جديدة آليات جديدة للتعامل مع قضاياهم الكبرى والقضية الكبرى والأكبر دائما هي القضية الفلسطينية هذه المحاولة من دولة الإمارات هي محاولة لرمي حجر في البحيرة الراكدة والساكنة منذ سنوات طويلة وأنا أعتقد اليوم بعد أسبوع تقريبا من إعلان هذا الاتفاق أن المشهد الإعلامي ربما والمشهد السياسي في المنطقة تغير بشكل كبير القضية الفلسطينية أصبحت تعود للحديث إليها ولكن خلونا نكون واقعين ومثل ما ذكر قبل قليل أحد الضيوف اليوم نحن في المنطقة يعني تعدين تاريخ سابق اليوم يجب أن ننظر إلى المستقبل هل نحن مستعدين للعمل في المستقبل بطرق جديدة بالتعاطي مع المتغيرات العالمية اليوم العالم تغير لم يعد هو العالم القديم الذي كنا نعيش فيه فبالتالي دولة الإمارات دولة برقماتية في قراراتها وهي تنظر إلى المستقبل بشكل عملي بشكل يخدم المنطقة ويحقق أهداف السلام نحن كلنا بحاجة إلى السلام سيد محمد أنا يهمني جدا تتكلم عن السلام لديها متطرفين سيد محمد طبعا الكلام سواء في رد الفعل وفي التفكير حول هذا القرار كانوا يصدروا فلسطيني بمعنى أن ما هو مستقبل هذه القضية كيف بإمكان هذا الاتفاق أن يدفع هذه القضية التي ذكرت تماما أنها جامدة وفي مياه راكدة هل هناك معطيات هل هناك معلومات تقول أن هذا الاتفاق سيقود إلى شيء معين في هذا الملف أنا أعتقد الاتفاق حقق إنجاز مهم وإن كان البعض في فلسطين ربما ينظر إليه بشكل أقل أهمية وهو أن تم تجميد ضم أراضي جديدة من أراضي فلسطين لإسرائيل وهذا أنا أعتقد شيء مهم دولة الإمارات اليوم وجودها إيجابي في هذه المعادلة بلا شك يجب أن يعرف كل فلسطيني يجب أن تعرف القيادة الفلسطينية أن دولة الإمارات موقفها من القضية الفلسطينية لم يتغير فوجود طرف عربي ثالث بعد مصر بعد الأردن اليوم الإمارات بلا شك أنا أعتقد مع الأيام سوف يشكل ضغط إضافي على إسرائيل اليوم أنا أعتقد المشكلة ليس في الطرف الآخر اليوم المشكلة لدينا نحن كعرب نحن ماذا نريد نحن دائما ننتظر ردة الفعل حتى نقوم بها لكن أنا أعتقد اليوم نحن بحاجة إلى فعل أعتقد لو تغيرت النظرة وتغيرت الأدوات في التعاطي مع القضية الفلسطينية مثل هذا الاتفاق بلا شك بلا شك سيكون في صالح القضية الفلسطينية أستاذ محمد طبعا سأسألك لاحقا عن نوعية هذه الضغوط التي بإمكانها أن تغير السلوك الإسرائيلي المعروف منذ عقود سأسأل دكتور أستاذ أدوار الكاتورا القيادة بالتيال الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح هو معنا من بيروت أستاذ أدوار طبعا كل الكلام كل الضجيج يدور حول الموقف الفلسطيني رد الفعل الفلسطيني وطبعا إمكانية أن يأتي هذا الاتفاق بآلية أخرى لا نعرفها لا أعرف تقييمك ما رأيك يعني أنا خلينا أبلش بالمبدأ أنه نحن لما كنا ننتقد ازدواجية المعايير الأمريكية أو الأوروبية بالتعاطي مع الموضوع الفلسطيني للأسف اليوم الفلسطيني نفسه يمارس ازدواجية المعايير فبالتالي نحن ما عنا صياغة جديدة من بعد ما حصل من أكتر من اتفائي إن كان كام ديفيد ولا أوسلو ولا وادي عربة القيادة الفلسطينية لم تنتج رؤية أو مقاربة مختلفة مع هذا التطور اللي صار بالعلاقة مع الكيان الإسرائيلي فبالتالي مثل ما قال ضيفك من الإمارات أنه صار شوما كله ردات فعل بدون فعل حقيقي اليوم بالتأكيد أولا كفلسطينيين لا نستطيع أن نؤيد أي علاقة مع إسرائيل إن كانت علاقة كاملة أو علاقة ناقصة تحت الطاولة فوق الطاولة تطبيع مش تطبيع لا نستطيع أن نؤيدها كفلسطينيين ولكن بنفس الوقت الفلسطينيين بالعشر سنوات الإخلانيات لم يقدموا النموذج الصالح للدول العربية التكتدي فيه وبالتالي يكون في عنا مقاربة مختلفة تحدي اليوم قدامنا هل نستطيع أن نحول هذه الصدمة التي ظهرت خلال الأيام الماضية اتفاق الإماراتي الإسرائيلي إلى فرصة هل هناك قدرة عند الكيادة الفلسطينية أن تستفيد من هذا الموضوع وتفتح علاقاتها مع الدول العربية بدل ما نحرق على منسب ونشتم يكون في حوار مباشر مع الدول العربية الإمارات وغير الإمارات لأولا تعبير عن موقفنا الرافض لموضوع التطبيع وتانيا للاتفاق على رؤية لمواجهة المرحلة اللي جاي المشكلة دكتور محمد عندنا نحن أنه فلسطينيا لم نطرح بدائل بالمطلق ولا لأي مفصل تاريخي صار عندنا لحد ديتي اليوم مع تأديري للاجتماع اللي صار للكيادة الفلسطينية بكل فصائلة لم تنتج مصالحة حقيقة أو ترتيب البيت الداخلي أنتجت بيان أن نحن ننتقد الإمارات اليوم الدعوة لكل الفصائل الفلسطينية لنكون أولا شي منسجمين ومتصالحين مع نفسنا هل نستطيع كفصائل فلسطينية دون استثناء أن نصدر بيان واحد ندين كل عمليات الطبية والعلاقات مع إسرائيل من كم ديفيد لوادي عرب لا تنسيء الأمن لا علاقة قطر مع إسرائيل لا علاقة تركية مع إسرائيل لا علاقة أكس أي دولة فبالتالي نحن عندنا ازدواجية معايير نمارس بالنمارس كيف تفهم أنه فعلا وكنت أنا أستمع إليك أنه ليس هناك أي بيانت حتى عندنا كانت تقوم إسرائيل بزيارات إما لوفود أو شخصيات لهذه الدولة أو تلك لم نكن نشعر أن السلطة الفلسطينية معنية أو هناك ردود فعل في هذا الشأن لا أتحدث عن وادي عرب ولا أتحدث عن كام ديفيد لا أتحدث عن موقف من علاقات هنا وهناك لكن كيف تفهم أنه هذا الغضب حاليا ينصب على طرف دون آخر يعني أنا بقترح اقتراحي نخدها شوي بطريقة فكاهية إذا الأخ محمد دحلان اليوم ينقل من الإمارات بيسكن بدولة تانية فبنصير القيادة الفلسطينية عم تنتقد هذه الدولة اللي فيها الأخ محمد دحلان يعني إلى هذه الدرجة الموضوع تقصيلي إلى هذه الدرجة مئة بالمئة مئة بالمئة لأنه ما بيصير أنك أنت تكون وسيط وسمصار للعلاءة بين الكيان الإسرائيلي ومسقط لما عملها جبريل الرجوب ما بيصير أنك تكون سمصار للعلاءة بين طلباني العراق وشمعون بريزي اللي عملها أبو مازن كل هذه الشغلات اللي أنت عم بتمارسها وبتصير وكأنه إذا مش عمين عن طريق السلطة الفلسطينية هذه العلاقة ما فيها مصلحة وما فيها استفادي فهين ضدها وإذا عن طريق فهي حلال فبالتالي نحن مثل ما منلوم الأمريكان على ازدواجية المعايير خليها نبدأ بنفسنا هل نحن نمارس المعيار السابت الواحد هل نمارس نفس القيم والأخلاق بالتعاطي لما منخلف مع أي جهة طبعا لا الأمور صارت محكومة بنتائجها وراح أكون كتير واضح بهاي القصة بنتائجها محكومة آخر شيء أكم شنطة مصاري دولارات بده ييجي هو ليس موقف سياسي بالمعنى الاستراتيجي والمبدئي هو موقف أنا بستثمره لا والله أجل عمادي جاب لي شنطتين مصاري ولا أجل فلان جاب لي شنطتين مصاري فنحن وصلنا لمحل أنه عهرنا سياستنا الفلسطينية فبالتالي وصلنا لهذا المحل طيب اليوم يا سيد العزيز أنا بدي أخذ كلمة للرئيس أبو مازن باجتماع القيادة الفلسطينية باستثناء الكلام اللي فيه شماتي وإلى آخرين أنا أؤيد كلام الأخ أبو مازن بالكامل خلينا ننتقل للمرحلة العملية لتنفيذ خطوات عملية لمحاربة التطبيع ومواجهة الكيان الإسرائيلي ما حدا مستعد لهذا الحكي أبو مازن حتى أول تمبارح بيقول أنا مصر على المفاوضات والمفاوضات والمفاوضات طيب يا أخي أنت حلال المفاوضات لإلك وغيرك لأه أنت لما عملت أصله يا أبو مازن استشارت الإمارات ولا أكس ولا واي ولا زاد من الدول العربية واللي عملت لنا إياها كمان مفاجأة فبالتالي نحن عمع إيش بمستنقع من الأضليل ما أبدأ أستعمل كلام ألا كذب ولا مش كذب يلي مش قادرين نطلع منه على كل المستويات على فكرة مش بس بموضوع الإمارات بموضوع الوضع الداخلي الفلسطيني أنه نحن ضد حصار إسرائيل لغزي بس ما حصار أبو مازن لغزي أنه نحن ضد الأنون العمل بلبنان يلي بيمنع الفلسطيني يشتغل بس ما عنا أنه منظمة التحريق تفصل للناس شمال ويمين بدون مسببات فأنت عايش بازدواجي شخصي رهيب سيد أدوار أريد أن أسألك لاحقا عن كيف التعامل مع هذا الحدث هذا الأمر الواقع الجديد الذي يفرض الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طبعا سأعود أيضا إلى واشنطن لأسأله حول موقف واشنطن هذه المرة من موضوع التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي وموضوع مسؤولية الولايات المتحدة في مسئلة السلام في الشرق الأوسط بعد الفاصل أريد أن أذهب إلى دبي من جديد سيد محمد الحمادي هناك نوعين من الفلسفتين في موضوع هذا الاتفاق أتحدث عن الإمارات فلسفة تقول أن الإمارات تريد أن تلعب دورا جديدا ولافتا في موضوع السلم في الشرق الأوسط وفلسفة أخرى تقول ليس ذلك الإمارات لديها مصالح ومن حق الإمارات أن يكون لديها مصالح بغض النظر عما إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى شيء ما في الموضوع الفلسطيني ما رأيك بلا شك الإمارات إذا أرادت أن يكون لها دور في الإصراع الشرق الأوسط سيكون دور ضمن الإطار العربي وضمن العمل العربي المشترك الإمارات لا تبحث عن دور قيادي وريادي في هذا الملف والإمارات تعرف حدودها وكيف تتحرك ومتى تتحرك الإمارات نظرتها مختلفة تماما من يعرف دولة الإمارات من يعيش في دولة الإمارات يعرف فلسفة دولة الإمارات وطريقة تفكيرها في الأمور كلها اليوم دولة الإمارات تتخذ إجراءات وقرارات عملية تريد أن تستفيد من الوضع الذي في المنطقة بحيث تستطيع أن يعمل السلام اليوم المنطقة كلها مشتعلة كانت فلسطين فقط اليوم أغلب الدول العربية لديها مشاكل الإمارات تريد أن تلعب دور إيجابي دور فعال قليلا تهدأ من نيران التي تشتعل هنا وهناك وبالتالي تحاول أن توصل رسالة للعالم أيضا لنتذكر جميعا الخطاب الإسرائيلي للعالم الإسرائيل دائما تقول للعالم أننا نمد يدنا بالسلام إلى العرب والعرب يمتنعون عن ذلك اليوم دولة الإمارات بخطوتها الكبيرة هذه أوصلت رسالة للعالم أن العرب هم الذين يريدون السلام وهم الذين يمدون يدهم بالسلام إلى إسرائيل وإسرائيل اليوم هي في موقف أن تؤكد أنها دولة سلام أنها تريد السلام يجب أن نعرف حقيقة واحدة من المشكلات لأننا كعرب جميعا طوال العقود الماضية نخاف من إسرائيل هناك خوف عربي غريب حقيقة من إسرائيل إسرائيل دولة واحدة ونحن 22 دولة لا نتجرأ بأن نواجه إسرائيل بأن نتكلم عن إسرائيل نخاف أن نجلس مع إسرائيل اليوم دولة الإمارات كسرت هذا الحاجز الإمارات قامت بسلام شجعان القوي أمام القوي إسرائيل بلا شك دولة قوية في المنطقة الإمارات تريد أن تقول أنها دولة قوية صحيح أنها دولة صغيرة جغرافيا في مساحتها وحدودها ولكن دولة الإمارات تعرف أنها تستطيع أن تكون موجودة الند بالند لإسرائيل لا نريد أن نضخم من الموضوع ولا نريد أن نقلل من الموضوع لكن أنا أريد أوصلك رسالة أننا نستطيع أن نفعل نستطيع أن نتحرك لماذا نحن نجلس في المربع الأول وإذا تحركنا نعود مرة ثانية للمربع الأول ولا نفعل أي شيء فقط نقوم بلوم الآخرين وإلقاء المسؤولية عليهم اليوم أنا أعتقد حتى القيادة الفلسطينية نحن بحاجة ربما في فلسطين أن نفكر في أدوات جديدة في أشخاص جدد في وجوه جديدة الشباب الفلسطيني قد تكون لدي أفكار جديدة لحل هذه القضية لماذا لا نجد هذا الحراك لماذا نجد هذا التحرك هذا ليس سؤالي أنا فقط هذا سؤال كثير ربما أسألك لاحقا إذا كان لديك أفكار في هذا الشأن لا يكون أفكار في هذا الشأن في الإمارات لكن سأسألك لاحقا أيضا بأن الإمارات أيضا من الدول الموقعة على مبادرة السلم العربية هل ما زالت جزء من هذا الاتفاق أو لا وما مصير هذه المبادرة أريد أن أذهب إلى المستر فرنونداز في واشنطن طبعا عيام الرئيس الراحل أنوال السادات اعتبر عندما ذهب إلى كام ديفيد أنه 99% من أوراق هذه المسألة في الولايات المتحدة أريد أن أعرف حاليا ماذا يمثل هذا الاتفاق أمريكيا لدفع السلام والتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثلا كنت أنا أفتكر أن هذا الكرار التاريخي الاستراتيجي من الإمارات حصلت على شيء مهم حصلت على اللي أنا أسمي راس مال سياسي وسطة أو نفوذ نفوذ أن ممكن الإمارات أو عملية السلام بشكل عام أو أمريكا تستامل من أجل السلام من أجل التقارب للحصول على حقوق الأطراف الطرفين لأن هناك طرفين في الطرف الفلسطيني في الطرف الإسرائيلي فهو في أطراف أخرى إقليميا ودوليا فهذا أطاقر هي أهم شيء هي فرصة اللي حصلت شيء ملموس نحن ممكن نستعمل ذلك للقضايا الإقليمية مثلا كنت قضايا إقليمية يعني أخرى ولكن أيضا من أجل السلام والتقارب بين الناس ونهاية فترة مدمرة كارثية اللي شاهدنا في المنطقة لمنذ سمعين سنة المنطقة لها مشاكل عميكة جدا أخرى وهذا أيضا نحن لازم نركز عن هذه الأشياء في هذا المجال أستاذ محمد مشارقة في لندن أنا أريد أن أتساءل فعلا نحن نذكر تماما عام سبعين عندما قبل الرئيس عبد الناصر بمبادرة روجرس كان رد الفعل الفلسطيني في عمان أو في الأردن كان عنيفا لدرجة تسيير يعني مظاهرات شاجبة ضد عبد الناصر واستخدام شعارات جارحة ضد نصر وعبد الناصر ولدينا شعور أن ما حصل مؤخرا أيضا في في الضفة الغربية يشبه ذلك أريد أن أفهم بأي حق فعلا سؤال بأي حق هذا الفلسطيني الذي بإمكانه أن يرفض لكن بأي حق هو يخون طبعا بعيدا عن لغة التخوين وحرق الإعلام والصراخ والنحيب هذا لا يصنع سياسة على الإطلاق بدون شك الفلسطيني الآن هو في صدمة كبرى لأنه عمليا كل مبادرة السلام العربية وكل ما يسمى بأنه ارتباط القضية السلام كله بموضوع حل القضية الفلسطينية مع العالم العربي الآن انكسر الفلسطينيين الآن في ثورة غضب بدون شك لأنه كل الرواية لكن مرة أخرى لندرس المسألة أيضا نقرأ المسألة بعمق نحن في السنوات الأخيرة عمليا منذ أوباما منذ المرحلة الثانية في فترة أوباما الرئاسية بدأ يتحدث عن خلوج من الشرق الأوسط ثم استكملت إدارة ترامب نفس القضية قالوا لن نستمر في منطقة في حروب لا نهائية لذلك المنطقة الآن منذ عشر سنوات إلى اليوم تعيش عمليا باستقطاب ثلاث مراكز وهي إيران إسرائيل وتركيا وقد شاهدنا جيدا ما الذي جرى في هذه المنطقة عمليا كان يستخدم دائما في هذا الصراع من جانب الإيراني والتركي موضوع الدين وفلسطين والإسرائيلي كذلك ينافس في المنطقة وشاهدنا أننا عمليا لدينا أربع عواصم عربية محتلة عمليا هناك حروب مفتوحة في المنطقة منذ ما يقارب من تسع سنوات وعملية المنطقة ذاهبة إلى مآلات صعبة للغاية بالتالي الآن ما الذي غير قوعد الله برأيي انفجرت المنطقة عملية في وجه العالم إرهابا وهجرات الأمر الذي استدعى إعادة تعديل في الصورة لأن التركي عمليا الذي يستخدم كل هذه اللغة لغة بمعنى أنه وكأنه يعيد تأسيس الخلافة الإسلامية من خلال احتلاله أيضا لعواصم عربية ودول عربية والإيراني كذلك الآن هذه المسألة لم تعد مقبولة من العالم لأنه لا يساعد استقرار الدول بل أن تركيا تدخل عمليا في كل المناطق التي فيها عمليا انهيار للدولة وفيها فوضى بل هي صارت وصفة وكانت تلمح أن هذا الاتفاق يعني يؤسس لاستفافات جديدة في المنطقة أنا برأيي عندما تدخل أنا لا أبرر شيء للإمارات ولا وظيفتي لكن وظيفتي أنا أقرأ بالضبط الأمور بدقة عندما تتأهل الإمارات لدور ما إقليمي سيسألني ربما بسداجة يعني أحد يقول لي وسأسلت هذا السؤال على فضائيات هل الإمارات بمعنى يعني مؤخلة ديموغرافيا ولتلعب هذا الدور الإقليمي المقرر في المنطقة قلت المسألة ليست بيدنا من يوزع الأدوار حتى الآن لم يعني ينتهي دور الولايات المتحدة بمعنى في قيادة العالم حتى الآن الولايات المتحدة تمارس نفوذا كبيرا في العالم لكن في هناك استشعار دولي بأن الاستفراد ثلاث مراكز لم يؤدي إلى استقرار وسلام في المنطقة بل إلى مزيد من التفكيك لأنه أهلت دولة الإمارات لا اعتبارات عديدة ممكن أقولها بوضوح أن الآن السعودية لديها إشكالات جزء منها تاريخ وجزء منها بمعنى القضايا مع الأمير ولي العهد محمد بن سلمان مصر لديها كذلك إشكالياتها الاقتصادية وغيرها وهناك خوف من تأهيل مصر لأنها دولة كبرى لتلعب أدوان إقليمية كبرى الآن تقدمت الإمارات لتحتل هذا الموقع ليكون لها موقعا في قيادة الإقليم الآن للذي أن يفكي سواء كان فلسطينيا وعربيا ماذا أين أو ماذا سنجد من هذه الخطوة من فرص دون الآن زعيق لأن الإمارات العربية جالسة أنا برأيي وأنا أنا يسجل علي أنها ستكون حاضرة على سبيل المثال في أي اتفاق نوى مع إيران وفي كل قضايا المنطقة ستعاد إلى الإمارات العربية المتحدة لأنها لديها إمكانيات ليست سهلة وكذلك هي دولة بعيدة عن أشكالات والتجاذبات الإيدولوجية والفقية أنا برأي المتضرر الأكبر من هذه هو ليس يعني بالمدى البعيد هو المركز التركي الذي استغل قضايا الدين وقضايا وقضية فلسطين كذبا أنا برأي لإشعة أوهام أنا برأي هو الذي عليه أن يتضرر سيد محمد لاحقا أن تشرح أكثر لماذا الأتراك والإيرانيين إلى هذه الدرجة مستفزين سيد دورك كالتورة أنا فقط أريد أن أذكر بأنه في هذا البرنامج تماما وقبل أشهر أعتقد بمناسبة موضوع صفقة القرن وإلى آخره سألت أحد القيادين الفلسطينيين ووجه الرحية له حول أنني ألاحظ أن هناك همة ديبلوماسية فلسطينية باتجاه الأوروبيين باتجاه الروس باتجاه الصين لكني لا أشعر أن هناك همة فلسطينية باتجاه الدول العربية فاستغربت جوابه الذي أتاني بشكل غريب نوعا ما أنه بعض ناقص نشرح للعرب قضيتنا إلى أي مدى أيضا الأداء الفلسطيني مسؤول عن ابتعاد العرب يعني إضافة إلى ابتعادهم بمشاكل وبراكينهم أيضا لم نعود هناك لا سفير ولا ديبلوماسي ولا وزير خارجي ولا رئيس سلطة يزور هذه الدولة والتلك على الأقل بالتقاليد التي كنا نعرفها أيام الرئيس الراحل ياسي عرفت بطبيعة الهال نحن نتحمل مسؤولية مية بالمية لأنه نحن أصحاب القضية فبالتالي مطلوب مننا نحن نتحرك بشكل دائم أولا في دائرتنا العربية مع شقائنا العرب وتانيا مع الأوروبيين ولكن بآخر عشر سنين السياسة الفلسطينية أخذت منحة تاني هي غير معنية بالحوار الجدي مع الدول العربية إلا بقصة أنه لما بدنا مصاري أما سفراتنا وغير سفراتنا الحياة بكل أماكن إحنا غيبين عن السماء بشكل عام وأنا بتأديري هذا إشي منهج مش بالصدفة صاير يعني أن تتحول كل القضية الفلسطينية بكل مؤسساتها بشخص بيقرر حسب مزاجه إلا هو الرئيس أبو مازن هو بيقرر نتصالح مع حماس وإلا ما نتصالح أحكي مع الإمارات أو ما أحكي مع الإمارات فبالتالي نحن عايشين بمزرعة وبالأخير بالأخير لما تيجي بتحلل النتائج اللي وصلنا له بنطلع نحن الأدوات المباشرة يلي خدمت المشروع الإسرائيلي بشكل مباشر نحن كفلسطينيين الأدوات المباشرة يلي خدمت المشروع الإسرائيلي بشكل مباشر يعني أنا اللي بدأ أسمع الأخ أبو مازن أول تنبارح بقول أنه والله الاتحاد الأوروبي دول العالم كله مع الشرعية الدولية ومع حل الدولتين أنا ما عندي قلق من كل اللي عم بيصير طيب الدول الأوروبية اللي مع الشرعية الدولية ضموا القدس إيش الموقف أعلنوا الضم الضفة الغربية إيش الموقف الانتهاكات اليومية إيش الموقف حصار غزة إيش الموقف يعني وكأنه الأخ أبو مازن يكتفي بالبيانات اللي بس على الوراء بدون ما تترجم على الأرض وهاي نحن من سبعين سنة لليوم إذا منجمع قرارات الأمم المتحدة الإيجابية لمصلحة فلسطين يعني بدنا بدنا أيام لنقراها ولكن بالترجمة العملية لم تحقق أي إشي على الأرض فبالتالي لا نحن نتحمل مسؤولية الكبيرة حتى مع الدول المختلفين معه يفترض أن أبو مازن يروح يحكي مع الإمارات يقول موقفنا أن نحن رابضين لهذا التطبيق لأنه بدر بمصلحنا وإلى آخره يروح عند مسقط يروح عند قطر يروح محل ما بده يحاور الناس أما هاي قصص الشوارعية ما بتجيب نتيجة يعني ونحن عم نعيش فعلا أزمة ما بعرف إذا فينا أستعمل كلمة أزمة أخلاق بهذا الموضوع بأيمان طيب سنشرح أكتر أستاذ أدوار حول هذا الشأن وننفل قسم الأخير أن نناقش أيضا ماذا بعد هذا الاتفاق وما يمكن أن يحملوا هذا الاتفاق بنسبة للإمارات بنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل وبنسبة للفلسطينيين أبعاد في القسم الثالث والأخير الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ما خلفه وما بعده نقاش هذا المساء إلى واشنطن مع الأستاذ ألبيرتو فيرونديز طبعا أريد أن أذكر بما قلت سابقا بالتذكير بتصريحات لوزير الدولة والشؤون الخارجية في الإمارات الأستاذ أنوار جرجاش الذي أكد أن الاتفاق غير موجه ضد إيران حضرتك أني لمحت إلولاء هو بشكل أو بآخر موجه ضد إيران كيف تشرح ذلك؟ أنا أتاكد المقصود أنا وافق مع علي الوزير أنا أتاكد أن الكرار أو الخطوة ليست مقصودا بس ضد إيران هو مقصودا لأي يعني خطوة أو أي عولوية أن الجانب الإماراتي أو الشركاء الأخرين يريدون أن يستعملوا هذه الواسطة الجديدة هذه الواسطة الجديدة هذا بليركو كابرو رسمال سياسي مفيد لإدت أشياء مفيد للانسجام الاقتصادي والأسكري مفيد لمواجهة تغلغل قوات أجنبية اللي عندهم أجندة موينة في المنطقة يعني ليست مقصودا أنه بس ضد إيران ممكن؟ ممكن لا حسب الأمور هذا طبيعة الكرار أن هذا الكرار استراتيجي وتعطي للطرفين وخصوصا للطرف الإماراتي مرونة مرونة سياسية ووسطة ونفوذ وهذا غالي في عالم الدبلوماسية وفي النهاية هذه الخطوة هو شيء لسوء هذا أهيان نادر في العالم اليوم هذه الخطوة هي دبلوماسية دبلوماسية من أجل حل مؤين ليس مثل نحن نشاهد كثيرا بموضوع الحل المؤين أستاذ ألبرتو فرنونديز هل طبعا عندما أنا أعرف أن الولايات المتحدة عملت كثيرا لإنجاز هذا الاتفاق هل لدى ترامب ضمانات بأن إسرائيل سوف أولا تقوقف الضم ولكن أيضا وقف بناء المستوطنات هل هناك اعتقاد في واشنطن أساسا أن إسرائيل جاهز لاتخاذ قرارات على مستوى ما أسماه ترامب أنه أكبر إنجاز دبلوماسي منذ اتفاقية كام ديفيد طبعا كل دولة لاحظ سيادة والضمانات لا يوجد ضمانات مئة بالمئة في العالم عن هذه الأشياء وأنا لا أريد أن أبالغ عن هذا الموضوع أعتقد أن هناك وعود وفي اهتمام ومعارفة من أطراف وراء الستار عن الواضح في المنطقة وأعتقد الإدارة الأمريكية فهمانا أن خطوات يعني خطوات إضافية في الدفة ليست مفيدة للجانب الإسرائيلي وليست مفيدة للجانب الأربي وليست مفيدة للتقارب ولهذا الشرق الأوسط الجديد نحن نريد أن نشاهد وأكثر من الإدارة الأمريكية النخبة السياسية الأمريكية فهمانا على ذلك فأنا لا أحكي أن هناك ضمانات من إدارة ترامب أنا أعتقد أن هناك تفاهم أن هناك مخاطرة إذا نحن نشاهد خطوات استفزازية هذا خطير للجميع وخطير للصورة الكبيرة التي نريدها نشاهد في المنطقة أستاذ محمد الحمادي طبعا أشرت إلى أن هذا الاتفاق أوقف الضم بغض النظر إذا أوقفوا نهائيا أو أن هذه فترة انتقالية لكن أيضا أعتقد أن الإمارات ناقشت موضوع مستقبل الوضع الفلسطيني هل برأيك أنها تمتلك شيء جديد بإمكانه أن يطمئن الطرف الفلسطيني بأن هناك شيء قادم وسؤالي الافتراضي أو التكميلي أيضا هل هذا التطور الجديد في الاتفاق الإمارات الإسرائيلي يسقط المبادرة العربية التي أعلنت في قمة بيروت عام 2002 طبعا المبادرة العربية موجودة ولا تسقط والإمارات ما زالت جزء من الإجماع العربي وهي ملتزمة بالقضية الفلسطينية لكن الإمارات كما تقول دائما أنها لا تريد أن تكون مرتهنة لخطاب قديم لخطاب غير منطقي وخطاب لا يؤدي إلى نتيجة ما بلا شك يعني اليوم دولة الإمارات لا تستطيع ولا أي دولة أنا أعتقد تستطيع أن تضمن أي شيء دولة الإمارات قامت بتحرك وهو تحرك في شكله وفي مضمونة تحرك إيجابي ولكن السؤال هو الأهم حقيقة يعني هل السلطة الفلسطينية مستعدة على أن تبني على هذا الإنجاز وإلا لو كان بسيط يعني أنا أعتقد من لديه قضية عادلة لو حتى عنده أمل واحد من المليون يتحرك يعني لو رأى ضوءا بسيطا يجب أن يتحرك ما يحدث اليوم حقيقة في فلسطين وما نرىه مؤسف جدا حقيقة يعني فقط ردة فعل وشجب وهجوم دون التفكير بشكل هادي ومنطقي في كيفية الاستفادة من هذا الوجود اليوم دولة الإمارات حتى البعض يقول أن دولة الإمارات يعني ماذا يمكن أن تقدم نحن نسأل سبعين سنة دولة الإمارات وجودها في مثل هذا الاتفاق يضر بالقضية الفلسطينية سبعين سنة دولة الإمارات ليست في القضية الفلسطينية ماذا حدث اليوم لنكون واقعي أنا أعتقد لنكون صادقين مع أنفسنا وما كما قال أحد الضيوف أنا أعتقد الأزمة اليوم أزمة أخلاقية في القضية الفلسطينية اليوم نحن غير صادقين النفاق السياسي لدينا صوت عالي حتى من لديه وجهة نظر أخرى مخالفة وإن كانت منطقي لا يستطيع أن يقولها لسبب بسيط لأن أول اتهام سوف يتي أنه خائن للقضية أنه مطبع أنه صديق العدو الإسرائيلي إذا نحن سنستمر بهذا الخطاب هذه القضية لن تتحرك اليوم يجب أن يعرف القادة في فلسطين أن المشكلات الموجودة في المنطقة العربية أكبر بكثير من المشكلة التي في فلسطين صحيح هناك احتلال احتلال كبير في فلسطين لكن الموت والجوع والدمار والاحتلال في ليبيا في سوريا في العراق في اليمن في لبنان فيما يحدث في المنطقة هذه قضايا كبرى نحن مشغولون بكل هذه القضايا فبالتالي أنا أعتقد اليوم الكرة في ملعب القيادة الفلسطينية بحيث تكون إيجابية في تعاطيها مع الأمور وليس مجرد الهجوم والانتقاد والتخويل أستاذ أدوارك الطورة طالما أستاذ محمد الحمادي استخدم أيضا كلامك عن الأزمة الإخلاقية أنا أتساءل عندما رفض العرب ذهاب الرئيس السادات إلى القدس أنشأوا ما سمى بدولة التصدي والصمود إلى آخره سؤالي الكبير أستاذ أدوار طالما كل الفصائل مجمعة على رفض هذا الاتفاق ما الذي يمنع من إنهاء هذا الانقسام الفلسطيني تدعيم مؤسسات منظمة التحرير الذهاب أكثر إلى وحدة فلسطينية تتأسس على هذا الموقف ما رأيك؟ يعني أولا معناته الرفض التطبيع أو رفض هذا الموقف ما أنه رفض مبدئي لأنه لو أنه رفض مبدئي واستراتيجي وعن قناعة وفيه رفض أخلاقي أول شغلة بتم ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني يلي لحديث هاي اللحظة ما ما قربوا أي صانتي عليه فبالتالي أنا لما عم بقول فيه مشكلة أخلاقية آه لأنه نحنا صلنا عايشين بدائرة من التناقضات الغريبة شوي بأي مجتمع تحت الاحتلال هلا أنا بفهم بفهم أنه اليوم العلاقات بين الدول بتحكم المصالح مشكلة نحنا الفلسطينيين نمارس المصلحة الزاتية وليس المصلحة الوطنية ولكن منحكي عن المبادئ فبالتالي اليوم إذا حركة حماس وحركة فتح ما اتفقوا على مصالح الزاتية ليس هناك أي أي فرصة للمصالحة مشكلتنا مشكلتنا اليوم أنه كل كل طرف كل طرف هو يعني إيش الحال هناك مشكلة في المصالحة أم برأيك هناك قرار نهائي بأن يكون هذا الانقسام نهائي لأنه عندما تعترف إسرائيل بالقدس عاصمة وعندما يطم الحديث عن الضم وعندما تذهب الإمارات إلى اتفاق مع إسرائيل وقد تذهب دول أخرى إلى هذا الاتفاق متى تجوز هذه المصالحة أنا برأيك هناك قرار بعدم المصالحة لأنه لو صار في مصالحة في مسئوليات في تحمل المسئوليات في حل موضوع الانقلاب بغزة عودة سلطة وحدي إعادة انتخابات مؤسسات شرعية وحدي فبالتالي القيمين اليوم من الطرفين هن عندن قرار بعدم إنجاز المصالحة لأنه دورين بدي يخلص بهذا المحل اليوم المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه بغزة بالضفة بالشتات وهم ما بدك إذا حصلت فرصة انتخابات مجلس تشريع ولا رئاسية كل هاي الوجوه اللي شفناها واللي كانت سبب المأساة اللي وصولنا له لن طرد نور بأي مرحلة انتخابات عشان هيك هن أخدين قرار بعدم إنجاز المصالحة هذا الوضع استاتيكو طبعا متفقين على إدارة هذا الوضع يعني حماس بتعمل إشي هون بيرد عليها برام الله بإشي تاني وإذن بتبادلوا أدوار ولكن النتيجة هي وحدة الفرق بين اتنين أنه حماس بتحكي بمصطلحات إسلامية وأبو مازن يقدم حاله بيحكي بمصطلحات مدنية حضرية حقوق الإنسان وإلى آخرية فنحن بالأخير بالأخير الخسائر مستمرة أنا ماني شايف في إمكانية أو في نية لإنجاز المصالحة لأنه أوكي عملتوا اجتماع القيادة الموسعة أو التنبارح وجبتوا اللي كانوا بالكومة جبتوا أن يحضروا الاجتماع طيب شو شو القرارات اللي طلعتوا فيها اتفقوا على أنه يعملوا مهرجان بغزة ضد الضم اختلفوا مين بيقعد بالكراسي الصف الأول أو الكلمة شو الصفة اللي بيك تعطيها لفلان ولا لعلتان طب وبعدين غزة عم بتموت الضفة الغربية نفس إسرائيل بتفوت بتكذر بتطلع بتنزل عند المقاطعة ولكن المقاومة بخير السيد محمد مشارقة وريد أن أسألك بشكل آخر هذه المرة هل بإمكان هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أن نكون إذا لم يتم ترجمته فلسطينيا أم قد لا يهم الموضوع أنا يعني بكل موضوع أقول لا يهم الموضوع على إطلاق ولا كل الموقف الفلسطيني لأنه لا يكرر ما قالوا الإخوة وما قالوا السيد إدوارك التور قبل قليل وما قالوا وعملت جلد الذات الكثير لكن هو حقيقة الوضع أن حصيلة الموقف فلسطيني الآن تتضاءل بصورة مذهلة لكن المشكلة ليست في الوضع الفلسطيني أنه معروف ومن يدير الوضع الفلسطيني ومن يوجه كل هذا الكلام بما فيها بالمناسبة شعاريا وحدنا والعرب يعني بمعنى كل هذه الصفات تطلق عليهم هذا يوجه إسرائيليين حتى لا يبقى للفلسطيني أي خيار معزولين عن بعدهم العربي لذلك أنا أقول المسألة ليست هنا الإسرائيلي في مأزق فعلي لأنه لا يستطيع الآن استيعاب ثلاثة مليون فلسطيني ولا يستطيع طردهم ولا قتلهم ولا ترانسفير جماعي وبالتالي الإسرائيلي هو نفسه مشروعه كله أنا برأي في مأزق لكن حتى لا يعني نحمل الموقف الإماراتي والموقف هذا أكثر ما يحتمل أنا برأيي حتى اللحظة هذا هو مؤقع بمعنى لن تظهر مفاعله بصورة مباشرة علاقات دولية على أسس أكثر عدالة وأكثر أخلاقية وأنا أقول أنه كل النظام الدولي المؤسس بعد الحرب العالمية الثانية هو يتداعى الآن حقيقة بكل مؤسساته وبكل بمعنى أفكاره الألقالية وبالتالي أنا أراهن على أنه العالم لا يمكن أن يمضي الآن بهذه العقلية القديمة التي كان يقودها تجار السلاح وبمعنى مصالح السلاح ومصالح النصر أستاذ محمد لتدارك الوقت فقط أريد أن أطرح أسئلة سريعة إلى الأستاذ ألبيرتو فرنانداز حاول أن كثير من التعليقات تحدث أن هذا للإتفاق مصالح انتخابية تتعلق بترامب ونتانياه ما رأيك أنا أتاكر لا أولا بالصراحة مثلا في الانتخابات الأمريكية أهم شيء في الانتخابات الأمريكية ليست على الألاقات الدولية أهم شيء دائما في الانتخابات الأمريكية هذا مبدأ أساسي للسياسة بالولايات المتحدة الأمريكية هو السياسات الداخلية فهذا تؤيد هذا القرار تؤيد ترامب ولكن تؤيد على الحوامش ليست شيء كبير للدرجة التي ستوثر بطريقة حائلة بالتالي التأذير ليس مباشرة على الانتخابات أريد أن أشكلك جزيل الشكر أستاذ ألبيرتو فرناندي كنت معنا من واشنطن أيضا سؤال سريع الأستاذ محمد الحمادي نعرف هذا التحالف الحميم جدا بين الإمارات والسعودية وكنا ننتظر الموقف السعودي لكن فهمنا بعد ذلك أن السعودية تعتبر نفسها هي مصدر المبادرة العربية التي كانت أساسا مبادرة للملك الراحل عبدالله عبدالعزيز وأنها حتى الآن ملتزمة بهذه المبادرة ما رأيك بهذا الموقف بلا شك الإمارات كذلك ملتزمة بهذه المبادرة وتتمسك بها والموقف السعودي أنا أعتقد موقف يريد ويدعم القضية الفرسطينية ويريد السلام في المنطقة وبالتالي أعتقد اليوم مواقف الدول كلها ربما هي واضحة ولم تعلن بعض الدول مواقفها بشكل رسمي وبشكل علني لكن أعتقد الاتفاق موجود في المنطقة نحن نحل القضية الفلسطين نوصل إلى حل الدولتين وأن يعم السلام في المنطقة ويكون الشعب الفلسطيني بخير وبأمان ويعيش كما تعيش باقي شعوب المنطقة طبعا هذا الحدث يستحق ساعات أخرى من النقاش أرودا أشكرك أستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية كنت معنا من دبي أستاذ محمد مشارقة مدير مركز تقدم للدراسات من لندن والأستاذ إدوار كالتورة القيادة بالتيار للإصلاح الديمقراطي لحركة فتح كنت معنا من بيروت أشكر أيضا أستاذ ألبرتو فرنانديز الديبلوماسي الأمريكي السابق كان معنا من واشنطن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ما خلفه وما بعده كان نقاشنا لهذا المساء شكرا لانتباه إلى اللقاء اشتركوا في القناة